هل تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر؟ الأغنياء من الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهارب الضريبي؟ وكيف يمكن مقاومته؟ تابعونا في برنامج الجباية ببساطة مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية مرحبا أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من الجباية ببساطة مجلة جبائية تنتجها شبكة العدالة الضريبية تاكس جاستس نيتورك يخرجها إيشان بن عمارة تعدها نورهان شريف ويقدمها لكم من استوديوهات إكسبرسة فان في تونس وليد بن رحومة يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الجباية ببساطة دوت كوم تستمعون في هذه الحلقة من الجباية ببساطة لما يلي إذا كان ننظروا لمستوى البطالة اللي زيت بـ 3% مقارنة بما قبل الجائحة كانت فما نسبة مستقرة تقريبا بـ 15% وصلت إلى 18% كنسبة بطالة التضخم مستوى الفقر وحتى صار فما بحث في هالمساعدات هذه حتى بالنسبة للمؤسسات الصغرى والناشئة بالنسبة لمراكز تحليل الطبية اللي هي في الجائحة لعب الدور كبير وكانت مهمة جدا في تقصي المرض التفاوت بين 0.45% لـ 100 ألف سيكن في سليينة وأكثر من 10 لولاية تونس العالم لـ 100 ألف سيكن الأزمة لم يتم استغلالها كفرصة إصلاح أو فرصة دعم لقطاع الصحة تحديدا ولكن أيضا لقطاعات أخرى فما بعض التحليلات للمساهمات القطاع الخاص تشيل إلى أنه هي مساهمات يعني هي رمزية أكثر من أنها تكون مساهمة فعلية حقيقية يمكن تغير الوضع الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية نستهل هذا العدد بأخبارنا المتفرقة والتي ننطلق فيها من ليبيا حيث بحث السفير محمد أحمد النيل أمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلام إبراهيم الغويل تطور وتعزيز سبل التعاون بين دولة ليبيا ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة ليبيا ويخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين من ليبيا إلى لبنان حيث دخل القطاع الزراعي والأمن الغذائي في لبنان دوامتين أزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار إضافة إلى قيود بعض الدول على وارداتها الزراعية من السوق اللبنانية وكانت الليرة اللبنانية قد سجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا أمام الدولار وذلك في مستوى صرف 19.400 ليرة مقابل الدولار مرتفعة بنحو 1700 ليرة في أقل من 24 ساعة جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن عن تخصيص 860 مليون دولار لبيروت في تونس صدق البرلمان التونسي مساء الاثنين 12 يوليو 21 والفين على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد مع السماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وذلك لأول مرة وسنتناول هذا الموضوع في حوارنا مع الباحث في السياسات العامة وشؤون الدولية سيرين الغنوشي في الجزء الثاني من هذه الحلقة وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ جملة من القرارات الاستثنائية في تاريخ 25 يوليو الموافق لعيد الجمهورية حيث أقل رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه في خطوة أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا بين ترحيب الشارع التونسي ومعارضة أغلبية الأحزاب التي تتهم الرئيس بالانقلاب على الدستور في حين جاءت مواقف القوى المدنية كاتحاد الشغل واتحاد الأعراف وعمدة المحامين جاءت مواقفهم متوازنة دوليا أعلنت واشنطن عن تصنيف 14 شركة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء حيث قالت وزارة التجارة الأمريكية أنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء وإنها متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان بحسب وكالة رويترس نبقى في الشأن الدولي حيث كشف استطلاع للرأي في البرازيل ولأول مرة عن أن أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة رئيس البلاد جاير بولسونارو في ظل مزاعم فساد مرتبطة بشراء لقاحات كورونا الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية أهلا بكم مجددا في الجباية ببساطة في هذا الجزء سنتحدث عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي أصدر ورقة عمل تحت عنوان جائحة كوفيد 19 في تونس السياسة السياسات العامة والتحركات الاحتجاجية معنا سيرين الغنوشي باحثة في السياسات العامة والشؤون الدولية والمشرفة على هذه الورقة أهلا وسهلا سيرين أهلا بك وليد البداية بتقديم الورقة نتحدث عن جائحة كوفيد 19 في تونس وسنركز أكثر مع السياسات العامة في هذه الورقة لكن عموما على ماذا تم بناء هذه الورقة سيرين الورقة تأتي ضمن مشروع بحثي بالأساس عن الحماية الاجتماعية بشكل عام خلال وبعد أزمة أو جائحة كوفيد 19 وهذه كانت أول الأبحاث اللي يقوموا بها في المنتدى واللي كان الهدف منها هو وضع السياق العام للجائحة في تونس أساسا لأنه إيمانا مننا أنه لفهم إدارة الأزمة لا يجب نظر في الأزمة كلحظة من عزلة عن ما يسبقها وهي فيها مقاربة نوعية بالأساس لكن طبعا تعتمد على بعض الإحصائيات والأرقاة وتنظر في الاستمراريات أو القطيعة إن وجدت في السياسات طيب في الورقة وفي بعض محاور الورقة تترقتم إلى الجانب الاقتصادي تحت عنوان المقايضة بين الاقتصاد والصحة هل قايضت الدولة في تونس ما بين الاقتصاد والصحة في هذه الجائحة؟ هو في بدء الأمر وجب التوضيح أن الورقة تنظر إلى السنة الأولى من الجائحة من إعلان عن أول حالة إصابة في مارس 2020 إلى مارس 2021 يعني أورال ورقة فمعمل متابعة مستمر ولكن في نفس الوقت المقايضة بين الاقتصاد والصحة وضعناها كسؤال لمستمر البحث فيه ولو أنه الإجابة جيت مبكرا من أول ثلاثية في إدارة الأزمة يمكن القول أنه في مراحل عديدة أو من خلال قراءة في إجراءات مختلفة أو خطة مجابهة الجائحة اللي اعتمدتها الدولة كان فما اهتمام أكثر بالأبعاد الاقتصادية دون الاجتماعية بما في ذلك الصحة علماً وأن المرحلة الأولى من الجائحة خاصة في أول ثلاثة أشهر ما بين مارس وجوان 2020 كانت تسوق على أساس نجاح في مقاومة ومجابهة فيروس كورونا في تونس وهو ما حاولت تجيوب عليه أو تنظر فيه الورقة في توظيف الجائحة ببناء خطاب معين الخطاب هذا يصحيح في مرحلة أولى خاصة نسوق للنجاح لكن بالنظر إلى نحن تركيز على أول خطة تم واضحة كان لسببين السبب الأول أنها أكثر خطة شاملة أو واضحة الملامح خلينا نقول ما تبعى ذلك إجراءات لاحقة للمشاكل لم يتم تقديمها ضمن رؤية واضحة يعني فما مشكل فما إجراء تغيب عنه أبعاد استدامة أو أبعاد حل لمشاكل مخاطر معينة يمكن التنبؤ بها أو غير ذلك والثاني هو رمزيتها في أنه كانت حكومة جديدة كانت مرحلة جديدة بالنسبة لتونس بعد انتخابات 2019 فكانت الأنظار كلها موجهة لهذه الحكومة في ظرف صحيح ما كان يتوقع حد حد ولكن يتدخل مع أزمات سابقة معلومة للجميع ذلك عليش تم التركيز على هذه الخطة اللي من بينما لمحها هي تقدمت على أساس أنها فيها بعض اجتماع ولكن بالنظر للأرقام أو تحليلها نوعيا هي بالأساس تركز على المشغل هي كمية مالية بالأساس والجانب الاجتماعي فيها لا يقطع مع السياسات السابقة لمعالجة مواطن الهشاشة مثلا أو ما قد ينجر على الجائحة كحدث استثمائي هي نفس الاستمرارية التعامل مع الفئة الهشة دون النظر في ما قد ينجر عن الجائحة من كما قلنا في الورقة من بعد مواطن هشاشة جديدة طيب حكومة إلياس الفخفاخ والتي تولت المهمة في بداية الجائحة أخذت جملة من الإجراءات منها خاصة ما هو اجتماعي بضخ إعانات مباشرة خاصة للعائلات المعوزة إلى أي مدى نجحت في التخفيف من وطأة الجائحة على هذه الفئات المفقرة والمهمشة في تونس؟ عموما في تونس يجب الانتباه إلى نقطة أنه فيما يتعلق بالأزمات عموما ما يسمى بإدارة الأزمة تعريفيا فيه جانب وقاية فيه جانب أنك تحضر روحك لأزمة ما مهما كان نوحا وفيه جانب امتصاص الصدمة وفيه جانب الاستعداد للرجوع إلى ما قبل الصدمة أو على القليلة أنه إذا كان فما إمكانية رجوع إلى وضع أحسن يعني استغلال الأزمة كفرصة إصلاح فهذا يكون أحسن سيناريو ممكن لكن كما قلت في السؤال في الإجابة السابقة أنه هي بين نفس المعالجة مثل كأنه مجردة من سياقة المساعدات هي مساعدات ضمن نفس الآليات التي تضحى أو تشرف عليها على القليلة وزارة الشؤون الاجتماعية هي هذه الآليات المتوفرة وضمن تعريف للهشاشة أو للفقر أو لمواطن الضعف الاقتصادي والاجتماعي الذي تضعه الدولة بمعايير أساسها الاقتصادية وباعتراف من وزارة الشؤون الاجتماعية في حد ذاتها مزال اليوم صعيب أن نعرفو هل مساعدات المباشرة النقدية قاعدة توصل لمستحقيها أو لا وهي في ذات الوقت مقاربة عموماً للدولة لا تسمح للفرد من تمكينه من أنه يستقل بذاته هي تحافظ على العلاقة متاع يعني مثل كأنه عبق اجتماعي نحاول التخفيف منه دون معالجة جذوره نفهم من كلامك أنه يصعب قيس بصفة دقيقة مدى نجاعة هذه الإجراءات الوصح بالنسبة للإجراءات اللي لها علاقة بالمساعدات النقدية أو العينية المباشرة صحيح ليصعب المتابعة لأنه عموماً برامج اللي تضعها الدولة تفتقر إلى منهجيات متابعة وتقييم ولكن بغض النظر عن هذه الآلية تحديداً على الأقل الخطة الأولى وما تبع ذلك مقرارات النتائج متاحة كانت عكسية إذا كان ننظروا لمستوى البطالة اللي زيت بـ 3% مقارنة بـ ما قبل الجائحة ما قبل الجائحة كانت فما نسبة مستقرة تقريباً بـ 15% وصلت إلى 18% كنسبة بطالة كنسبة بطالة التضخم مستوى الفقر وحتى صار فما بحث في هالمساعدات هذه حتى بالنسبة للمؤسسات الصغرق والناجئة هل وصلت المساعدات اللي تم الإعلان عليها أو لا؟ الأغلبية يقولوا لم ننتفع بمثل هذه المساعدات طيب مجابهة جائحة كورونا استضمت كذلك بالبنية التحتية المهترئة والمتفاوتة الجودة بين المناطق الجغرافية في تونس والورقة وقفت على هذا المعطى إلى أي مدى سهم هذا في انتشار الوباء وصعب الوضعية في مجابهتي صحيح التفاوت في البنية التحتية أو التفاوت بين الجهات عموماً في تونس لا يقتصر على قطاع الصحة فقط هو يمس قطاعات الكل ويمس الجهات الكل وما تبين اليوم في ظل الجيحة ليس بمعضل عن ما كان يسبقها ولكن تبين أن تعريف الإقصاء أو التهميش أو الهشيشة توسع ولازم المقاربة لكلها تتغير التفاوتات هذه عميقة بين الجهات بعض الأرقام سريعاً هو على قطاع الصحة تحديداً أنه مثلاً حتى رغم وجود مستشفات جهوية لكن المسافة بين يعني الأقرب مستشفى جهوية مثلاً في بن عروس 8 كم وقت اللي في تطاوين 60 كم يعني ولاية بن عروس هي في تونس الكبرى يعني قريبة من العاصمة بينما تطاوين هي في الجنوب 60 كم يعني التفاوت كبير برشا بالنسبة للمساحات الخاصة فها 5.020 مساحة في تونس النصف متاح في تونس الكبرى في أقليم تونس الكبرى يعني ولاية الأقليم تونس الكبرى بالنسبة لمراكز تحليل الطبية اللي هي في الجيحة لعب الدور كبير وكانت مهمة جداً في تقصي المرض التفاوت بين 0.45% للمائة ألف سيكن في سليانا وأكثر من عشرة لولاية تونس العاصمة للمائة ألف سيكن للمائة ألف سيكن تفاوتات هذية يعني فكرة بسيطة جداً على التفاوتات لحظنا هذا كذلك في أسرة الإنعاش لأنه من بعد عندما تطور الوضع للأسوأ للأسف وقفنا على محدودية أسرة الإنعاش خاصة في الجهات تونس بديت الجائحة فيها بتفاوت يقدر ب10 للمائة ألف سيكن في تونس العاصمة وأصفر في 13 ولاية أخر يعني 11 ولاية كان فيها أسرة وبناتهم تفاوتات و13 ولاية كان فيها صفر أسرة فدعم البنية التحتية أولاً ليمكن اعتباره أنه دعم للبنية التحتية اليوم في ظل الجائحة هو إجراءات استعجالية فرضها الوضع هي تعويض عن نقص موجود ما تغيرش من سنوات مش من سنوات من عقود لليوم صحيح طاقة القطاع الصحة تحسنت مش تحسنت لكن زادت شوية عددياً لكنها لا تستجيب إلى الطلب هناك رقم جاء في الورقة وهو رقم معبر جداً بلغت حسة قطاع الصحة في ميزانية الدولة لسنة 19 أو 2000 حوالي 5% مقابل 23% مخصصة للمديونية العمومية صحيح أي تعليق على هذا الرقم؟ كانت حسة الصحة كما التعليم كما أقل بكثير من المطلوب أو من ما يتطلبه الوضع أو هذا الخطاب اللي يدعو أو يوعد بالعدالة الاجتماعية وبتمييز الإيجابي بين الجهات إلى آخره المشكلة أنه بين 2019 و2020 لم يتطور هذا العدد يعني قاعدة نفس الحصة من الميزانية في 2021 رغم أنه تطور لكن نقداً نظراً للوضع تحتى ميزانية الكبرى أو الميزانية هو أقل بكثير من أنه يمكن يحقق حاجة أو يأسس على القليلة لاستثبار معين أو لتحصيل البنية التحتية يعني ببساطة نجمه نقوله اللي مفهميش حتى لليوم يعني الأزمة لم يتم استغلالها كفرصة إصلاح أو فرصة دعم للقطاع الصحة تحديدة ولكن أيضاً لقطاعات أخرى لأنها كشفت على محدودية قطاعات كثيرة أهمات تعليم تعليم عن بعد مثلاً المجال الرقم بشكل عام خدمات عن بعد تعليم عن بعد يعني أنا شخصياً يعني لا أنظر إلى موارد الدولة كموارد مالية فقط لكن نحكيه على مواردها هي حالياً توا ولكن أيضاً كموارد بشاري وكموارد نوعية نوعية في مجالية كمال بحث العلمي كمال فلاحة الأمل الغذائي إلى آخر كمال ماء يعني هذا الكل في ظل الجيح كله يمشي يعني لا يمكن فصل الحق في الصحة أو قطاع الصحة عن باقي القطاعات هذه الأزمة كشفت مشاكل عدة في المنظومة الصحية في تونس مثلاً في الورقة كلفة العلاج للليلة الواحدة في مسحة خاصة تصل إلى ألف دولار أمريكي في وقت أن الحد الأدنى للأجور في تونس هو في حدود 150 دولار هو هذا أيضاً سابق للجائحة سابق للجائحة يعني الحق في الوصول إلى الصحة فما تراجع لدور الدولة أو دورها الاجتماعي توفيرها للخدمات الأساسية مقابل مساحة أوسع للقطاع العام وحتى توجهات أو سياسات اللي تحاولوا دولة واضحة هي تخدم هذا التوجه اللي قديم عنده تاريخ مهوش معزول ومهوش جديد فعلياً ولو أنه الدولة تتكافل بالعلاج المجاني لحالة العدوى من الكوفيد ولكن البنية التحتية متاحة لا تسمح أنها تاخذ كل المواطنين على درجة من المساواة للعلاج ففما المواطنين يضطروا أنهم يلتجوا للقطاع الخاص على نفقتهم الخاصة بشكل عام وهو الفارق في الأسعار وفي الخدمات ليس متاح للجميع بالمر طيب كانت هناك تبرعات في بداية الأزمة لما سمي بصندوق 18-18 هذه التبرعات كيف تم التصرف فيها هل كان التصرف بالطريقة المجدية لمجابهة فيروس كورونا هو أولاً صندوق التبرعات كان مفتوح للجميع يعني شارك فيه مواطنين عاديين كما شارك فيه فعالين مجتمعيين أو اقتصاديين أخرين كما من القطاع الخاص ولكن التصرف فيه لم يكن فيه من الشفافية ما يرتقي لطبيعة الصندوق كفكرة كأنه فكرة الشاركية مجهود جماعي وطني اليوم لن نعلم كيف تم التصرف في هذه الموارد اللي هي ظرفية اللي كانت لازم تتوجه للصحة ما فماش معلومة واضحة ظافية شافية يمكن يتبني عليها خلاصة معين لكن فما بعض التحليلات للمساهمات مساهمات القطاع الخاص تشير إلى أنه هي مساهمات أكثر منها رمزية مقارنة بثرواتهم يعني هي رمزية أكثر من أنها تكون مساهمة فعلية حقيقية يمكن تغير الوضع في الورقة كذلك جاء رصد للإجراءات حيث صرح 93% من العاملين المستقلين في المجالات ذات الصلة بأنهم لم يتلقوا أي دعم مالي من الدولة كان هذا في شهر جانفي 21 ألفين هي المتابعة لجملة الإجراءات اللي صارت مستمر ولكن كما قلت في التعليق على أول خطة حكومية النتائج اللي قاعدة تخرج ولو أنه مزال جاري النظر فيها أو البحث عنها توضح أنه فهم فرق كبير بين الأهداف أو ما تم التسويق له كأهداف وبين الواقع المعاش يعني أهم من هدية أنها في المجمل سياسات أولا غير عادلة بما يكفي على القليل أو أنها تضمن اقتصاد أزمة يمكن أنه يحدد فيما بعد الأزمة إذا كان بش يكون فهم إعادة هيكلة أو إعادة تنشيط للاقتصاد أو تجاوز الأزمة بشكل عام في ظل ما أعتقده أنه بش يكون نوع من الترومة الجماعية اقتصاد الأزمة هذا حاليا قاعد يحدد شكون اللي بش يسهم في ما يسهم بالإعادة البناء وشكون اللي بش يتم قصعه لأنه التفاوتات قاعدة تتعمق في العالم أجمع هذا مش جديد لكن في تونس أكثر من هكا سياسات الدولة ميش ينح تعميق التفاوتات هذه فقط بعض التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ على الوظائف وضمان تسديد رواتب العمال والموظفين وموظفي الوظيفة العمومية حسب ما جاء في الورقة تم تخصيص خط تمويلي لدعم العمال المسرحيين بثلاثة ثلاثمائة مليون دينار إعانة لصالح الفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة مع تأجيل سداد القروض المصري فيها لمدة ستة أشهر لمن لم يتجاوز دخله الألف دينار كان هذا في حدود مئة وخمسين مليون دينار بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى كتأجيل دفع الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر أبريل عشرين وألفين بالنسبة للشركات سيما الشركات الصغرى والمتوسطة تأجيل سداد ديون بنكية إعادة جدول ديون ضريبية قيل فيها ما قيل حول مدى نجاعة هذه الإجراءات سنختم بموضوع خارج هذه الورقة سيرين الغنوشي صدق مجلس نواب الشعب في تونس على قانون الإنعاش الاقتصادي أو قانون التنشيط الاقتصادي هذا القانون قيل عنه الكثير خاصة فيما يهم التعامل مع المهربين والمتهربين الضريبيين سنسمع رأي الخبير أنيس الوهابي يعطينا رأي في هذا القانون قانون الإنعاش الاقتصادي ثم أترك لك الفرصة للتعليق الإجراء اللي يخص إعفاء الجراء من الصرف بيش يتمتعوا بيه المهربين أكثر عبيد بيش يتمتع بيه هي المهربين عليش؟ لأن المهربين هم اليوم اللي عندهم العملة الصعبة بيقى مبالغ طايلة القانون يخول لهم بيش يمشي يحل حساب بنكي يحط فلوسه بالعملة الصعبة ويمكن أنه يحافظ عليهم بالعملة الصعبة ويخلص عليهم مبلغ زهيد جداً 10% و7% وإلا إذا كان بيش يحولهم للعملة التونسية للدينار يخلص عليهم 4% فقط ثم يستعملهم كما يحب نجب ويخليهم بالعملة الصعبة نجب يخرجهم من البرة يخلص بيهم مش يحب البرة يعني وكأنه عملنا معبر قانوني للمهربين بيش يخرجوا فلوسهم من البرة وهذايا بيش يخطر كبير لأنه بيش يرجع تونس للقائمة السوداء متع الدولة تشجع على طبيعي الأموال ثم من ناحية ثانية عملية الإعفاء اللي صارت هذية لم تكن محدودة في الوقت يعني ما جيناش قلنا راو إلى حدود 31 ديسمبر 2020 ولا 31 سبتمبر 2021 ثم من بعد راو بش نرجع هناك بسؤولة قلنا في كل وقت وفي كل زمان وكل مكان المهرب التونسي ينجم يجي يجي بفلوس ويحل حسابهم تاعه ينجم يكون سناء ينجم يكون يعاود العام الجاي ينجم يكون يعاود كل عام يعمل نفس الطريقة هذية ويعني ولينا في جنة متع طبيعي الأموال في تونس بصفة مفضوحة وبصفة خطيرة كان هذا الخبير المحاسب أنيس الوهابي هل يمكن التعليق على ما كنا بصدر الاستماع إليه مش على هذا القانون تحديداً ولكن على جملة القوانين اللي تم اعتمادها أو منقشتها أو مصادقة عليها خلال السنة الفارطة أو في ظل الجائحة تعليق يمكن على ما هي أولويات الدولة تحديداً ما هي الرسالة التي تحاول إرسالها ثانياً على درجة في أغلبها كانت مبادرات قديمة سابقة للجائحة حتى درجة التعنت في الحفاظ على ذوي الامتيازات الاقتصادية منح مزيد من الامتيازات الاقتصادية في وقت الدولة بحاجة لكل مواردها فما شخصياً نعتقد أنه فما حلقة نقصة يوم تونس تتوجه إلى طلب المساعدات إلى مزيد من التداين إلى المؤسسات المالية الدولية ما يؤكد أن الأزمة ستتعمق مزيد من التقشف إلى آخره مزيد من الجبايات على كهل المواطن يعني هو أيضاً في هذا لم يكن هناك قطيعة مع ما سبق وهو الحفاظ على مصالح معينة على حساب العدالة الاجتماعية جزيل الشكر لك الباحثة في السياسات العامة والشؤون الدولية سيرين الغنوشي تحدثنا عن ورقة عمل أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول كوفيد-19 في تونس شكراً على الاهتمام نواصل في الجباية ببساطة الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد من الجباية ببساطة مجلة ضريبية تنتجها شبكة العدالة الضريبية تاكس جاستس نيتورك أخرجها لكم هشام بن عمارة أعدتها نورهان شريف وقدمها لكم من أستوديوهات إكسبرس فام في تونس وليد بن رحومة إلى اللقاء كابعونا في برنامج الجباية ببساطة مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية ترجمة نانسي قنقر